بعث الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الدكرى الأربعين لتحرير سيناء وخلال تهنئة أكد وزير الدفاع أن هذا اليوم المجيد من أيام الكبرياء الوطنية يمثل في وجدان كل مصري رمزا لعظمة هذا الشعب الأصيل وقوة وصلابة أبنائه وقدرتهم على صنع المستحيل لتحقيق الأهداف والغايات القومية العولية وحماية التراب الوطنية كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس السيسي بتلك المناسبة الغالية